اهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الظهرة في حصيلة جديدة للتفجير الانتحاري الذي جد اليوم بشارع فرنسا وسط العاصمة أفادت وزارة الداخلية بوفاة عون أمن في العملية الانتحارية وإصابة عون آخر بجروح وتنضم معنا مباشرة من تونس العاصمة مفادة الأخبار دلال الجسمي دلال لو تمدنا بحيثيات هذا التفجير وما هي آخر التطورات نعم حنان كما تشاهدون مشاهدين الكرام نحن متواجدون الآن بالقرب من مسرح العملية لإلى حد الآن ما زالت عملية أخذ العينات متواصلة وأخذ أيضا البصمات العملية صعبة لأن الانتحار الذي فجر نفسه يعني تلاشى شظايا ذلك فإن جمع هذه شظايا تطلب الكثير من الوقت ومن الجهد قوات لمن طوقت المكان والوصول إلى مسرح العملية حقيقة يعني صعب في ظل نوعية هذه العملية الإرهابية بالنسبة للحصيلة كما أوردت حنانة هناك معلومات عن مقتل عون أمن وأيضا عن إصابة آخرين العدد غير محدد إلى حد الآن في انتظار مصدر رسمي وأكد هذه المعلومات وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى شرنيكون نحاول الآن الوصول إلى مسرح العملية كما تشاهدون مشاهدين يعني وجود أمن مكثف أيضا تواجد كبير عدد من المواطنين الذين نددوا بالإرهاب وفي مثل هذا التوقيت خاصة بأن مؤشرات موسم سياحي واعد يمكن أن مثل هذه العمليات أن تضر به لكن المواطنين أكدوا أن تونس ستقف يد واحدة ضد مثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة وفي وجه الإرهاب نحن في انتظار الحصول على أكثر معلومات للتذكير في أن انتحاري فجر نفسه اليوم تقريبا مع ساعة الحادية عشر من صباح اليوم قريبا من سفارة فرنسا بالعاصمة وكان هناك وجود كبير للمدنيين وقد تم الآن يتم إفراغ مسرح العملية من السيارات التي كانت مركونا في المكان نعم موفدة الأخبار دلالة الجسمي كنت معنا مباشرة من تونس العاصمة شكرا لك وينضم معنا في الستوديو السيد نوردين النايفار باحث في الجماعات الإرهابية سيدي الكريم أهلا بك وعودة الذئاب المنفردة لاستهداف المدنيين ما هو تفسيركم في هذا التوقيت هذه الذئاب المنفردة يتقع برماجتها لمثل هذه المحطات هناك ثلاثة بيهانات الموسم السياحي الموسم الفلاحي والموسم السياسي المشكل هو التالي أن هؤلاء الذين يحققون هذه الذئاب المنفردة هم يتبعون أجندات ويستعملون وسائل فيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل إجهاض التجربة الديمقراطية في تونس ومن أجل جعل المناخ الانفعالي والسياسي هو مناخ إخفاق يحاولون أن يقنع المواطن التونسي أن هناك إخفاق تام وأنه يجب علينا أن نواصل في الفوضى أو أن نخلق فوضى جديدة في الواقع ما وقع اليوم هو محاولة إحباط النجاحات التي وقعت على مستوى السياحة على مستوى الفلاحة وخلق مناخ من الفوضى الذي يهدف إلى إجهاض التحول الديمقراطي والمسير نحو انتخابات شفافة انتخابات مهما كانت نتائجها مقبولة من قبل الجميع وفي هذا المسار تنظم الأحزاب والمتفشحون والمتفشحات هذا ما يجب علي أن أذكرها اليوم هو يوم معنتها مؤلم جدا لأن هناك شهداء من الأمن الوطني يجب أن نساندهم أنا فخور ومعتز بجهودهم هم جعلوا شارع الهيبوبرجيبة قلعة حصينة فلم يستطع هذا الذئب المنفرد ومن معه ومن خطط له أن ينطلق وأن يواصل في مسيره فوقف هناك ولو كان باستطاعته أن يتقدم لكان تقدم المفجر الذي استعمله كان مركزا على جسده وفجره في شكل شضايا مروع مما يبين أنه وقع دمغجته بشكل ناجع وتوجيهه بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي كل هذا أكيد أنه يستجيب إلى أجندا أوسع من تونس أوسع من جزائر أوسع من ليبيا هدفها جعل هذه المنطقة في مرحلة فوضى ولا تصل إلى الديمقراطية ولا تصل شعوبها إلى أن تختار مصيرها ولا تصل إلى النمو الاقتصادي والخيارات الاجتماعية الصحة في التعليم في الثقافة والتشويش على المؤسسة الأمنية اليوم التشويش الذي وقع على المؤسسة الأمنية هو التشويش الهدف منه فتح الحدود لكل أنواع التهريب ولكل أنواع الانفلات ولكل أنواع التسالعب وخاصة لبعض العناصة التي هي ما سواء كانت في بؤر التوتر أو ذئاب وقع تكوينها لتلعب الدوب الذئب المنفرد نعم سيد نوردين نيفر ابقى معنا ونعود إليك بعد قليل موصلة الحوار إذن مشاهدين الكرام في حصيلة جديدة للتفجير الانتحاري الذي جد اليوم بشارع فرنسا وسط العاصمة أفادت وزارة الداخلية باستشهاد عون أمن في العملية الانتحارية وإصابة عون آخر بجروح تفجير انتحاري هذا صباح اليوم وسط العاصمة وتحديدا عند تقاطع شارع فرنسا ونهي شارديغول حصيلة التفجير وفق الناطق الرسمي لوزارة الداخلية سفيان الزعق أسفرت عن استشهاد عون أمن وإصابة آخر بجروح فيما تتواصل التحقيقات الأمنية بشأن هذا العمل الإرهابي هي عمليات جابينة وديما يحبوا يشلوا الحركة متاع التونسي وأقدام التونسي على فصل السيف والتفارهيد هذوم الكل يحبوا يعملوهم يعني ذوم العقول والقلوب المريضة لكن نحن توانسا بإذن الله ديما بش نكونوا أقوى من هالعمليات الجابينة وبش نتسديوا للعمليات هذية الإنتحاري الذي أقدم على تفجير نفسه استهدف سيارة أمنية بالشارع التجاري المزدحم عملية إرهابية تضرب مجددا قلب العاصمة بعد عملية مماثلة شهدها شارع الحبيب بورقيبة في أكتوبر الماضي ونعود إلى ضيفنا السيد نوردينة النيفر باحث في الجماعات الإرهابية سيدي الكريم ما هي دلالاتكم لاستهداف وسط العاصمة؟ هناك رسالتين وضيحتين الرسالة الأولى نحن هنا وسوف نوقف كل نجاحات الدولة وكل ما يتعلق به هيبة الدولة اثنين أن هذا اليوم يذكر يوما آخر وقعت فيه بعض الحوادث الإرهابية وخاصة في مستوى السياحة هم يريدون أن يجعلوا الشعب التونسي في مناخ انفعالي سلبي ويريدون من الاقتصاد الوطني أن يكون ملتهبا وفي حدود ما يسعون إلى إفشال التجابة الديمقراطية ككل يعني واضح أن هذا الموسم يجب أن يكون موسما فاشلا على المستوى السياحي تتعمق الأزمة الاجتماعية فتتعمق الأزمة السياسية وندخل في مناخ من الفوضى هذا هو عندها يعني رسالتين واضحة اخفاق سياسي اقتصادي يتبعه اخفاق سياسي والدخول في مساب الفوضى نحن علينا نحن مجموعة المواطنين وكل من ينتمي إلى الدولة الوطنية دولتنا أولا أنه شيء أساسي هو أنه هؤلاء الناس لن يمروا هناك رجال في الدولة في الوزارة الداخلية في وزارة الدفاع الوطني هناك وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني هناك رئيس حكومة هناك مجلس أمن قومي هناك بأسد الجمهورية كلهم لهم القدر على إيقاف هذا الستسكلاد هذا الاستفزاز والتدعي من جهة أخرى يجب على المواطنين أن لا يخافوا وأن لا يرهبوا هم أرادوا أن يخيفوا الشعب الشعب لن يخاف نسكل تمشي للسياحة تعوم في النزل تدخل في حياتها العادية تمشي وتجي لن نغير من طبيعة تونسي وعيش تونسي ونمط تونس تونس بهوياتها هذه المعتدلة هي التي يجب أن تحافظ عليها هناك مسألة متجددة هي كيف نقوم برعاية هؤلاء الشباب وتأثيرهم في الفضاء الافتراضي في الفضاء الانترنت في فضاء الفيسبوك كيف يمكن لنا أن نتحمل دورنا لأن هؤلاء الناس يقعوا استعمالهم هم شبان وشبات أيضا شبات ننسى يقعوا استعمالهم وبرمجاتهم نظر أن يخفاقهم الشخصي أخفاقهم في التعليم أخفاقهم في الطموح انسداد الأفق وهذا حقيقي معنتها بالنسبة للانتدابات وكل لكن هذا لن يتغير ما لم تقع تحريك سياسي وبداء للتنمية بداء لتنمية الجهات استثمار اقناع الدول بأن تونس دولة مستقرة تنشيط السياحة هناك جهود جهنمية من أجل إيقاف العمل البناء التي وقع إحداثه في السياحة في الفلاحة في الاستثمار من أجل كسب صورة مش ريقا سواء لتدعيم الأموال من أجل إيجاد الأموال اللاجمة لتعدعيم الميزانية كل هذا غيهن كبير يحاولون أن يقع أخفقه ولن ينالوا ذلك نعم سيدة نوردينة النيفر تبقى معنا ونواصل معك الحوار بعد قليل إذن أفادت مفادة الأخبار إلى منطقة الجرجاني أن انتحاريا ثانيا حاول تفجير نفسه بحزام ناسف في مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة بالجرجاني بالعاصمة واستنادا إلى المصادر ذات وفأن الانتحاري اضطر إلى تفجير نفسه في الباب الجانبي لمأوى السيارات الخلفي لمقر الوحدة عندما تعذر عليه الولوج إلى المبنى وأسفر ذلك عن إصابة أربعة أشخاص وفق المعطيات الأولية لوزارة الداخلية ومعنا مباشرة من أمام مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالجرجاني الزميلة أماني الطرهوني أماني هل من تفاصيل أخرى حول هذه الحادثة الإرهابية؟ أهلاً حلان إذن المعلومات شحيحة إلى حد الآن لكن ما تمكننا الفصول عليه هنا العملية تمت في حدود تقريباً العاشرة ونصف صباحاً قبالة الباب الخلفي لمقر الشرطة العدلية بيئة الغرجاني الإرهابية الذي فجر نسه بحزام ماتس كان ينطفي دراجة هوائية العملية أثرت عن إصابة أربعة أعوان أمن ومازالت في هذه اللحظات مصالح الشرطة الفنية تواسل عملها وطبعاً في صورة معطيات جديدة نوافق بها كذلك نذكر فقط حنان أن المواطنين هنا الجيران الذين يصنون هنا هناك وقوف كبير مع رجال الأمن هناك رفع من معنويات رجال الأمن والعزة والمجد دائماً لتونس نعم الزميلة أماني أطرهوني كنت معنا مباشرة من مكان العملية الإرهابية شكراً لك على هذه المعلومات إذن في حصيلة جديدة للتفجير الانتحاري الذي جد لأون بشارع فرنسا وسط العاصمة أفادت وزارة الداخلية باستشهاد يعون أمن في العملية الانتحارية وإصابة عون آخر بجروح تفجير الانتحاري هذا صباح اليوم وسط العاصمة وتحديداً عند تقاطع شارع فرنسا ونهي شارديغال حصيلة التفجير وفق الناطق الرسمي لوزارة الداخلية سفيان الزعق أسفرت عن استشهاد عون أمن وإصابة آخر بجروح فيما تتواصل التحقيقات الأمنية بشأن هذا العمل الإرهابي هي عمليات جابانة وديما يحبوا يشلوا الحركة متاع التونسي وأقدام التونسي على فصل السيف والتفارهيد ذوما الكل يحبوا يعملوهم يعني ذوما العقول والقلوب المريضة لكن نحن توانسا بإذن الله ديما بش نكونوا أقوى من هالعمليات الجابانة وبش نتصديه للعمليات هذه الانتحاري الذي أقدم على تفجير نفسه استهدف سيارة أمنية بالشارع التجاري المزدحم عملية إرهابية تضرب مجددا قلب العاصمة بعد عملية مماثلة شهدها شارع لحبيب بورقيبة في أكتوبر الماضي ونعود إلى ضيفي في الأستوديو السيد نوردينة النيفر باحث في الجماعات الإرهابية سيدي الكريم إذن استهداف نقطتين في نفس التوقيت بتونس العاصمة هل هذا يعد استراتيجية جديدة للجماعات الإرهابية؟ في الواقع أن هذا التزامن والعمل على أن يكون متزامنا ستسينكرونيزاسيون في مكانين مختلفين لكن بزمن واحد وبنفس التقنيات الانفجارية وبنوعية نفس النوعية والملامح النفسية والاجتماعية وحتى الفكرية للشخصين الذين قاموا بهتين العمليتين هي في الحقيقة تبين أولاً أنه هناك وراءهم تنظيم وأكيد أنه عابر للأوطان يعني نجم يكون تنظيم خارج تونس ويعمل على ليبيا وعلى تونس وعلى الجزائر وحتى على المناطق الصحراوية جنوب الصحراء إلى غير ذلك حيث ومناطق التوتر هذا الناحية الأولى الثاني أنه حظر هذه العملية لمدة طويلة لأنه ما وقع اليوم هو تحذير على الأقل شهر من الزمان من ناحية تقنية تجميع المواد المتفجرة وتركيبها وتعليم كيف يركبها ودراسة المكان الذي سيقع فيه وأكيد أنه شهرين على الأقل أيضاً قبل التعبئة النفسية للشخصين الذين سيقومان بهذا وممكن رصد أموال لهما إلى غير ذلك هذه الأبحاث فيما بعد مش تباينه دونك ثم استراتيجية هي قديمة لكنها متجددة متجددة والخصوصية الاستراتيجية هذه هي التعويل على الأشخاص المنفردين الذين ليست لهم علاقات اجتماعية ولا يبرزون أنك تختار شخص على دراجة هوائية بسكليت بسكليت حتى لا يعمل لا ضجيج ولا يمشي في حتى بلاصة ويدخل بكل سرعية ومن دون ما يثير حتى أي انتباه أنه يتوجه إلى واحدة من قلب الإدارات الأساسية لحماية الأمن القومي التونسي اللي في الجورجاني اللي هي فرقة مكافحة الإرهاب والقضايا الإرهابية اللي هي واحدة من إدارات مع غيرها مفخرة من مفاخر تونس مع دغاديكا تقع أبحاث دقيقة ومنظمة من أجل حمايتنا الكل فهذا أكيد أنه أنه استراتيجية متقدمة لم يعودوا أمام وزارة الداخلية التي استعصت عليهم يريدون التوجه إلى الإدارات التي لهم معها مشاكل هذا أكيد أنه خطير ويستوجب وقفة من الإعلام وقفة من المجتمع المدني وقفة من كل من له انتماء أصيل إلى تونس وأكيد أنه يجب إعادة التحذير والقراءة الجديدة لهؤلاء الناس هؤلاء يستهدفون مؤسسة الدولة الأمنية مباشرة في قلبها وهذه تسمي وإحنا نظرية المفاصل التي تورها تنظيم القاعدة وبعد تطور مع داعش أنهم يذربون المفصل في عدلة تكسر لتضرب المفصل فقط هما مقاش يتوجه إلى وزارة الداخلية والمنظومة الأمنية ككل يحاولون أن يذربون المفاصل أكيد أنهم سيخططون إلى غير هذه الإدارة إلى غدال أكيد أن شعب التونس اليوم يجب أن يحافظ على مكتسبات في السياحة وعلى السواحل وعلى كل منجزات وما يمشيش في سياق الإشاعات لأن الإشاعات من دورها أن تضعف الإيرادة بل بالعكس إذا كان الإشاعة في أجل إخفاق السياحة يجب أن نساند سياحتنا سياحتنا فيها ألاف المليارات التي خبزت أبنائنا ودوفيز وما إلى ذلك هنا يجب أن نتحمس تونس فيها رجال ونساء أكيد وطنيات ووطنيين لهم الحماسة لهم الوعي نحن في منعطف خطير جدا يريدون به إجهاد تونس وإدخالها في حمام دم قد يفكرون في القيام باغتيال بعد هذا يجب أن نحمي أنفسنا يجب أن نكون حذرين يجب أن نكون في إصغاف في مشاهدة في ملاحظة مع ربط العلاقة المثلة والجيدة لتقديم المعلومات لمؤسساتنا لأبنائنا للأمن الوطني للجيش الوطني هم أبنائنا هم نحن نحن هم وهم نحن يحموننا نحن هنا يجب التوقي لقدر الله من كل هم دمويون ولكن يجب أن نوقف دمويتهم نقف وراء جيشنا وراء الأسلاك الأمن الوطني كلها الوضعية لا أخفيكم أنها خطيرة جدا واستراتيجيتها واضحة استراتيجية رهانات خطيرة جدا لأنها مرتبطة بانتخابات وإفشال المسار كامل ومسار مش فقط في تونس في تزايا في المغرب أو في ليبيا الكل ومعنتها مستهدفين هذه الأجندات نحن نفهمها وقد لا نستطيع أن نتحدث عنها لأسباب عدة لكننا نفهمهم ونقول لهم نحن هنا وسنقاوم وسنتصدى وتونس لنا إذا قررنا أن أجل انتخابات فالتونسيون هم الذين يقررون وإذا قرروا أن تستمر أن تحدث الانتخابات في موعدها فذلك بإرادتهم الحرة المستقلة كمواطنين كتوانس في نتاق السياق السيادة الوطنية الدولة الوطنية والوطن تونس وتحية تونس نعم تحية تونس شكرا لك سيد نوردين النيفر باحث في الجماعات الإرهابية إذن أفادت وزارة الدفاع في بلاغ لها أن محطة الإرسال بجبل عربة بقفصة المؤمنة من قبل التشكيلات العسكرية تعرضت في حدود الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم إلى الرمي من قبل مجموعة إرهابية دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية وأضاف البلاغ أن التشكيلة العسكرية المتواجدة بالمكان تدخلت في الحين برد الفعل فوريا ما أجبر هذه المجموعة على الفرار بعمق الجبل كما لا تزال العملية العسكرية والأمنية متواصلة لتقفي أثار هذه المجموعة وفي الشأن التربوي ولأن تونس أقوى من كل هذه المحاولات الجبانة واليئسة وفي دلالة على استمرار التونسين في تحدي الظلمين انطلقت اليوم اختبارات الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية السيزيامة لتتواصل عملا مدى ثلاثة أيام مناظرة يشارك فيها أكثر من خمسة وخمسين ألف تلميذ يسابق الوقت للالتحاق بمقاعد مدرسته بينما تشيعه نظرات والده كسائر الأولياء الذين ظلوا أمام المدرسة في الانتظار دقائق قبل انطلاق الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية السيزيامة يدق الجرس توزع الامتحانات ويأخذ كل تلميذ في استحضار معلوماته وتدوينها على ورقة المناظر التي يشجازها هذه السنة أكثر من خمسة وخمسين ألف مترشحين للتناظر من أجل ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسين مقعدا صارت برجة في التحذير وعندي جمعتين ثلاثة نحذر للكمكور خايف شوية ما مستعد بش نعدي مش خايف هي في الأخط أشبع في الحياة لازم نكون قويين حتى كما نجح مش نهيت للدنيا لازم نصب للينا قادرين بش نمش المدالسة الموذجية اليوم عادي لغة عربية وأنجليزية وحذرت قبل ما نبدأ أنا قلبي طمعة بنتي إن شاء الله رب نجح ونجح الصغيرة لكل رب التلميذ يتدرب على المحطات في المسيرة الدراسية بش يعدي امتحانات ويتدرب عليها والدي عادي إن شاء الله رب يوفقهم وإن شاء الله نتمنوا لهم كل خير وكاو وزير التربية أكد أن هذه المناظرة ستصبح انتحانا وطنيا وقد تميزت هذه السنة بتعديل ماهية ومواصفات الاختبارات الكتابية للمناظرة في مختلف المواد المناظرة هذه فيها أكثر من 55 ألف تلميذ على 170 ألف أحنا معناها ثلث أحنا نحبه نحبه أكثر منه أعداد التلميذة يعديه عليش خاطر هذه فرصة بش نقيم فيها أعداء المستوى ومستوى التلميذ وجودة التعليم والبرامج اللي تستهلهم هذه حاجة لولا الحاجة الثانية السنة الجديد هو أنه قلنا يلزم في الامتحان هذالي قاعدين نحضرونه أحنا بشيولي امتحان وطني إجباري يلزم السنة اللي عدي ياخذ شهادة اجتياز هالامتحان هذا مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية السيزيامة والتي يشترط فيها حصول المترشح على معدل يساوي أو يفوق خمسة عشر من عشرين حسب ما تتيحه طاقة الاستيعاب المتاحة تتواصل على مدى ثلاثة أيام نفى وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح للأخبار الأخبار التي تروجه حول بلوغ نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا تسعة وعشرين في المئة مؤكدا أن النسب تكون جاهزة مساء اليوم وأن الحصول على نتائج سيكون في موعده ولا يمكن لأحد معرفتها قبل هذا الموعد لحد الدقيقة هذه اللي ننكلم فيها حتى 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 ما ينجم يعطي نسب البكالوريا نسب البكالوريا إن شاء الله نعرفوهم اليوم في الليل نهار الخميس في الليل نسب البكالوريا نحن نتبنيه بش تكون أفضل من السنة الفارتة مستحيل كان إنسان ينجم يعرف نتيجة الباك قبل إنسان آخر في تونس حتى حد لو ولد رئيس لو ولد وزير لو ولد حتى حد نسكل تخرج نتيجة الباك وتعرفها في نفس الوقت وقت لتخرجهم من الوزارة كل الإحتياطات كل الأمور كل آلية وضعناها بشكيمة عمناول ما تصيرش لقدر له كل مشاكل في نفس العمارة في نفس الحي ناس فرحانة في بالها وناس ما في بالهش هذا مستحيل كان يعود يصير في تونس وعود إلى التفجير الإرهابي وفي حصيلتنا جديدة للتفجير الانتحاري الذي جد اليوم بشارع فرنسا وسط العاصمة أفادت وزارة الداخلية باستشهاد عون أمن في العملية الانتحارية وإصابة عون آخر بجروح تفجير انتحاري هز صباحا اليوم وسط العاصمة وتحديدا عند تقاطع شارع فرنسا ونهي شارديغول حصيلة التفجير وفق الناطق الرسمي لوزارة الداخلية سفيان الزعق أسفرت عن استشهاد عون أمن وإصابة آخر بجروح فيما تتواصل التحقيقات الأمنية بشأن هذا العمل الإرهابي البوليس تكنيك والاختصاص يخدمها رواحهم وانتمنوا الناس ومثل ماشي الاشعاعات اللي يسمعوا فيها وعمليات في كل بلاسة مثل ماشي بالنسبة لنحن ازوز عمليات هذو مكاو الولاد ان شاء الله الابس وانتمنوا الناس تخدمها رواحها وان شاء الله المثل ماشي حاجة أخرى اختيرة هي عمليات جابانة وديما يحبوا يشلوا الحركة متاع التونسي وإقدام التونسي على فصل السيف والتفارهيد هذوما الكل يحبوا يعملوهم يعني هذوما العقول والقلوب المريضة لكن نحن توانسى بإذن الله ديما بش نكونوا أقوى من هالعمليات الجابانة وبش نتسديه للعمليات هذية الانتحاري الذي أقدم على تفجير نفسه استهدف سيارة أمنية بالشارع التجاري المزدحم عملية إرهابية تضرب مجددا قلب العاصمة بعد عملية مماثلة شهدها شارع لحبيب بورقيبة في أكتوبر الماضي تعرض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس السابع والعشرين من جوان الفين وتسعة عشر إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مشاهدين الكرام هكذا نصل إلى ختم هذا الموعد الإخباري ونواصل تغطيتنا لآخر التطورات التفجيرين اليوم في نشرة استثنائية على الساعة الثالثة ظهرا تحية تونس وإلى اللقاء موسيقى